السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء راح نشرح السؤال مرشح وزاري رياضيات الثالث متوسط طبعا السؤال طلاب عن المتتابعات الحسابية بس بفكرة كلش حلوة وبسيطة تابعوا يا طلاب حتى راح تفهم الفكرة وتعرف شون تحل السؤال السؤال يقول جد قيمة اكس التي تجعل حدود الثلاثة الاولى المتتابعة الحسابية كما يأتي جد قيمة اكس طلاب منطقة ثلاث حدود هذا الحد الاول طلاب كلمة حد نسميها يو الحد الاول يعني الحد الثاني جد منطقية اكس زاد واحد الحد الاول طلاب هو اثنين اكس والحد الثاني اكس زادا واحد الحد الثالث ثلاثة اكس زادا داعش انا هاي اكتب لكم ميها حتى تعرفون يعني مو بالوزارة تكتبوها لا حتى تكتب الحد يعني حتى تعرف انه هذا الحد الاول هذا الحد الثاني هذا الحد الثالث طلاب عندنا قاعدة من خلال هالقاعدة نقدر نحل هذا السؤال قاعدة الاساس اللي هو الاساس اللي هو الدي الاساس شو يقول يقول الت Hyun نقدر انطلع الاساس من الحد الثاني ناقص الحد الاول ونقدر انطلع تلاب الاساس من الحد الثالث ناقص الحد الثاني طلاب الحد الثالث ناقصاً الحد الثاني شلون طلاب يعني؟ طلاب أنت من عندك متتابع حسابية مثلاً عندك ثنياً خمسة ثمانية إلى ما لا نهاية شون طلع الأساس؟ تقدر تقول الأساس يساوي أن الحد الثاني هذا الحد الأول وهذا الحد الثاني وهذا الحد الثاني الحد الثاني ناقص الحد الاول يعني الخمسة ناقص اثنيا مش يدرس في الساويلي يساويلي ثلاثة نقدر نطلع الاساس من شنو؟ من الحد الثالث ناقص الحد الثاني يعني نقدر نقول الاساس يساويلي الدي يساويلي الحد الثالث اللي هو ثمانية ناقص الحد الثاني اللي هو خمسة وهم راح يساويلي ثلاثة يعني بكل الحالتين نقدر نطلع الحد الأساس من الحد الثاني ناقص الحد الأول ونقدر نطلع الأساس من الحد الثالث ناقص الحد الثاني نفس الحالة بهذه المتتابعة هو هاي الفكرة الرئيسية نقدر نطلع الأساس من الحد الثاني ناقص الحد الأول ونقدر نطلعه من الحد الثالث ناقص الحد الثاني راح يطلع متساوي يعني هنا بهذه المتتابعة نقصنا الخمسة من الاثنين نطلع ثلاثة نقصنا الثمانية من الخمسة يطلع ثلاثة لأن الأساس طلاب مثل ما تعلمته هو متساوب كل الحالات يعني نزيد قيم ثابتة واضح طلاب يعني قلنا خمسة اثنين زادت خمسة ثلاثة خمسة زادت ثلاثة ثمانية هو الأساس ثابت فهنا طلاب الأساس ثابت الحد الثاني ناقص الأول هو ثابت وإذا نقدر الثالث ناقص الثاني هو ثابت هسا راح نجي شو نقول نقول الحد الثاني جد قيمته هو هذا الحد الثاني اكس ناقص اكس زاد واحد ناقص الحد الأول اللي هو ثنيا اكس يساوي لي الحد الثالث اللي قيمته ثلاثة اكس زاد الدعش ناقص بينقوسيا الحد الثاني اللي هو اكس زاعدا واحد طلاب ليش هذا خليته بدون اقواس وهذا خليته باقواس طلابي يعني احد الطلاب سألني قال ليش قلت لهذا لأن حد واحد هذا الحد الأول هو حد واحد واثنين اكس ما حاجة اخليه بين اقواس ما حاجة اخليه بين اقواس يعني السالب راح يكون تابع علما لاثنين اكس بس هنا خليته بينقوسيا لأن السالب هنا موجود ترى يعني راح ينضرب باحتبار عندي سالب واحد السالب واحد هذا طلاب راح يكون ينضرب بالقوس واضح؟ لأن عندي حدي لازم اخلي قوسيا لأن هذا السالب اذا خلي بدون قوس راح يكون تابع بس للأكس ما تابع للواحد هس راح نجي طلاب شون نكمل هذا السؤال هنا طلاب شون عندي 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 اكس يعني واحد اكس وهنا عندي رقم متغير ورقم ومتغير ما اقدر اجمع واحد اكس والواحد لا اجمع والواحد اكس ناقص اثنين اكس ناقص اكس اشارات مختلفة ناخذ اشارة الكبيرة ونطرح زاعد واحد مساوي لي هس عدي ثلاثة اكس تنزل زاعد الدعش تنزل ليش نزلت لما ازال عندي اقواص لازم اتخلص من الاقواص سالب واحد هذا كو ماكوا واحد بس انا كتبته السالب واحد لأن هذا اي شي سالب يمعني واحد سالب واحد في اكس سالب اكس سالب واحد في واحد سالب واحد اوكي طلاب هس عندي هذي هم انزلها سالب اكس زاعد واحد تنزل عندي تساوي لي طلاب هس ش عندي عندي ثلاثة اكس وعندي سالب واحد اكس يعني صح ما مكتوب الواحد بس هو سالب واحد اكس ثلاثة اكس ناقص اكس هي اثنين اكس الدعش ناقص واحد هو موجب عشرة يعني اجمع المتغيرات السوى والارقام السوى اجمعنا واطرحنا هس طلاب عندي متغير بهاي الجهة وعندي رقم وعندي هذا متغير وعندي هذا رقم اجمع المتغيرات بجهة والارقام بجهة يعني هذا اثنين اكس تجي يم السالب اكس السالب اكس تجي يمها موجب اثنين اكس يصير من تعبر ليساوي يصير سالب اثنين اكس يساوي لي هاي العشرة تنزل السالب يروح يم العشرة موجب واحد يروح يم العشرة يصير سالب واحد هسه طلاب سالب واحد اكس هنا سالب واحد في اثنين عفو ناقص اثنين اكس سالب ثلاثة اكس مش ساولي عشرة ناقص واحد تسعة عشرة ناقص واحد تسعة هسه اقدر اقسم على معامل المتغير حتى تخلص لان انا اريد قيمة اكس سالب ثلاثة اكس على سالب ثلاثة 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 اثنين قيمة اكس صارت عندي سالب ثلاثة اتمنى طلاف تهمتوا هذا السؤال اللي هو فكرتها مثل ما انشرحتها ويا رب التوفيق والنجاح